محطتنا التالي مشاهدينا بتعرفنا على شركة تازينة لين المتخصصة بصناعة المطابخ وهي شركة سيستر كامبني لشركة تحوات تريدينج المتخصصة بتجارة الأخشيب تفاصيل أكثر مع ضيفنا برحب بمدير شركة زينالاين السيد إلي باسيل أهلا وسهلا فيك سيد إلي شرفنا إلي اليوم نعرف أن زينالاين من أبرز الأسماء بصناعة المطابخ في لبنين ولكن مستقيتها إذا بدك والسئة اللي بينكن وبين زبونات بتعود للشركة الأم إذا بدك اللي هي حوات تريدينج المتخصصة بتجارة الأخشيب ياريت هنا نبدأ مع نبذي عن تاريخ هالشركة ونجاحاتها الشركة زينالاين هي لأصحاب بيت الحوات بعدما حوات تريدينج المعروفين بحوات تريدينج بالسوق اللبناني حوات تريدينج حققت نجاح كتير كبير باللبنان وشركة عمرها فوق 30 سنة أرروا أصحاب هذه الشركة بالنجاح اللي عملوه بلبنان وأخذوا ساقة السوق العالمي التجار العالمي أرروا يفتحوا شركة صناعية ويكون عندهم أفاق لقدام يفكروا لقدام كيف دوا ينطوروا شغلهم طلع أستاذ نبيل حوات عالمانيا وجيب مستشارين ألمانيين ألمان أسس معهم المعمل وكل مكاناتنا ألمانية يعني قررتوا من البداية سيد إلي أن تكونوا منفسين بي هالمجال بلبنان وتوجهتوا أكيد لخبرة أوروبيين حتى تتميزوا أنتوا بالسوق اللبناني مثل مشاركة حوات تريدينج اتميزت بي تجارة الأخشاب عبر سنين نعم هي الفكرة بلشت بالبداية أن الستة اللبنانية ليه بتنزل تشتري مطبخ توصيه صناعة أوروبية وتنطر ست شهر وتدفع أربع مرات زيادة تقدر تحصل على كواليتي مرتبة ومطبخ مرتب أقرر أستاذ نبيل يطلع لبرة يجيب الألمان لعننا ويأسس الشركة يعني وفقتوا علينا مشوار ووقت كتير تكون صريحة معك سيد إلي أنا من السيدات اللي بيفكر لما منفكر بتغيير المطبخ أو شيء اللي علاقة بالأخشب ببيتنا منعتلهم كتير ومنعتبر وجع راس لأن العملية بالطول كتير مثل تقريبا كل الأشياء في لبنان أنتوا علشتوا هالوضع وبعرف أن المصدقية عندكن أساسية لنجاحكم مضبوط النقطة الأساسية عندنا أن المطبخ عندنا بـ 25 نار فينا نسلمه بكواليتي كتير منيحة وهاي أنت فينيشينج البداية اللي نستعملها كلها كلها أوروبية حتى الأكسوار الأوروبية وأكيد منرجع لشركتنا الأم نشتري من عندها كل شيء من هيك منتكل على السئة ومنقدر ناخد أهم أسعار وأحسن أسعار اللي بيقدر يستفيد منها زبون يعني شركة زينالاين هي امتداد من شركة حوات تريدينج تأسسته من حوالي 8 سنين وانطلقته بقوة بالأسواق اللبنانية خلينا نحكي شوي أو تعرفنا أكتر عن المعمل عندكن والأتوليو أود أين موجودين؟ نحن موجودين بجبال المعمل المعمل بيناعد من أكبر المعمل بلبنان إذا بنا نحكي شوي أكتر عن المعمل كمعمل المعمل هو مثل ما بحبه صحفي الشركة هو مدرسة قبل للصناعيين بيجي لعنا العمل في عنا مدربين بيخضع هذا العمل لبرنامج تيصير مؤهل يقدر يصنع هذا المطبخ العالم اللي عم نقدمه للعالم يعني كل العاملين عندكن والموظفين قبل ما بلشوا العمل أو التنفيذ بيخضعوا لتدريب معين مكسف عندكن نعم لتدريب تيصيروا مؤهلين يقدروا نقدم هذا البروداكت لزبون ننتقل من المعمل لعنا فرع بقلب الشركة هو فرع الهندسة نعم الفرع الهندسة هو وظيفته يتابع مع الزبون تيفوت المطبخ على المعمل يقدر يصنع المطبخ بالطريقة المزبوطة بيرجع في عنا التيم اللي هو الديزاينرز موجودين تيجزدوا فكرة الزبون لأنه زبون يصل لعنا حاطت برسه الديزاين معين بده يعمله هذا التيم شغلته يساعد زبون يجسد الفكرة طبعه بطريقة أنه المطبخ يطلع مطبخ فونكسيوني أو يطوره حتى تكون الفكرة عملية أكتر مية بالمية يكون عملية أكتر وتقدر ستة البيت تستعملوا المطبخ وتستفيد من كل مطرح فيه نعم قبل شوي سيدة لي قلت لنا أنه جبتوا المهندسين الأوروبيين لعنا لهون كيف تتعاونوا معهم؟ يعني هم اللي بيقوموا بالتصميم والتنفيذ كيف شو شغلهم؟ نحنا اللي منعمل الديزاين ونحنا اللي من نفذه المهندسين الصناعيين كانت عمليتهم بالسيستم اللي يراكب عنا طريقة تصنيع المعمل وطريقة المكانات كيف ركبة من مطرح لمطرح تيمشي المطبخ ويوصل لزبون خلينا نحكي شوي عن التيم اللي عندكن الشغل كيف مقسم بشركة زينالاين؟ بس ينزل زبون على شورهم بيبلش مع الصبايا التيم الديزاينر الديزاينر رح يكون وظيفتهم مع الزبون يجسد له الفكرة مثل ما حين قبل الأول مع الزبون لما بيوصل لعندكن بيلتقى مع فريق المصممين؟ فريق المصممين بيشتغلوا هي عطريقة تركيب المطبخ عطريقة كيف ناء كيف الطريقة كيف الديزاين بدو يركب حسب المطبخ الموجود عندهم يعني هون سيد الي زبون بيكون حاطت ببالو الدزاين ليهو بدو ييجي لعندكن مع خريطة لمطبخه وخلي بخليكن انتو تطرح عليه الأفكار يعني فيه كتالوج بناء منه وبيشوف عندكم بالشوروم والخيارات اللي موجودة نعم نحن عنا كازا كاتيجوري للمطابخ بس ولا مطبخ بالشوروم بيركب بمطبخ بالمطبخ عند الست تيجي عشوروم وبطريقة صبايا بيتعاونوا هني وياها طي وقعوا المطبخ بمحله بعد هيد الفترة الفكرة بيطلع مهندس من عنا على الورشة بياخد إياسات بيرجع بيحول الفايل على التكنيكال تيم اللي عنا بيرسموه بيرجعوا بيبعطوه على المعمل بالمعمل بهالفترة الزمنية الصغيرة اللي هي 25 نهار بيطلع الانسوليشن تيم عنا اللي هو مدرب أنه يفوت على البيت ويظهر بطريقة كتير سريعة وبقال ورشة لأنه كلنا بنعرف الست البيت بس تفكر بس تغير مطبخة عنده الوسويس براسة أنه فيه وسويس الورشة هيدا عنا مش موجود لأنه الانسوليشن تيم عنا مدرب مظبوط أنه يطلع يخلص شغله ويفيل بلا ما يتركه ولا أسر يعني مثل ما دخلوا مثل ما كان المطبخ لما دخلوا بيتغير هنه بيفكوا بيركبوا بيركبوا طيب بدنا نحكي شوي عن حكينا عن استقبال للزبون تطوير الفكرة الرو ماتيرل عندكم يعني الأخشاب اللي أنتو بتستعملوا أكيد عنكم المصدر الأساسي اللي هو حوات تريدي هون عم نحكي قدي بالنسبة لخيارات لأنواع الأخشاب نحنا بنهتم كتير بالأمور اللي نحنا منتابع أهم شغلة عنا إياها بالشركة منضلنا نتابع ونكون سباقين بالسوق كل شي رو ماتيرل بنزل الجديد منكون سباقين نروح منجيبو ونستعملو ببروجيتنا خلينا نشوف بالصورة تنفيذ المطابق عندكم بها الفيديو عن زينالعين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شفنا مجموعة كبيرة من المطابق بتناسب كل الأزواء بتعرف منافس كبيرة في هذا المجال في لبنان شو اللي بميز زينالعين اللي بميز زينالعين هي أنه نحنا بنشتر الخشب من الشركة الليوم من حواطي تريدينج يعني أنا بأمن أنه الخشب كتير منيح وما بينقطع ولا مرة عنا ما في برودكت بينقطع الشغلة الثانية أسعارنا لأنه نحنا كمان بناخد الخشب من عند حواط فينا نجيبه بأحلى سعر هيك زبون بيستفيد منه نعم هو دهنالبين بتأمل هيكي نكون عطينا فكرة واضحة عن شركة تزينالعين للمشهدين ولكل اللي حابين يعملوا مطبخ جديد أو يغيروا المطبخ عندهم تفضل عندك شي تقولوا لي فعندي جملة أنا بدعي كل ستات لبيوت اللي مفكرة بدها تغير مطبخها وعندها وسويس أنه ورشة تجعى أحلى منطقة تعمل أحلى مطبخ بأحلى سعر وبدنا أحلى الأكلات يطلعوا من هالمطبخ كمان سيدالي شكراً لو وجودك معنا وقفي مشاهدينا ومنكمل